اسمعوا يا متابعين الأعزاء هتوزع عليكم انتحان دلوقتي مدته نصف ساعة هتوزع عليك الانتحان هتقعد ساجد في مكانك محدش يبص في فرق دبيرو او هلمحه وبيبص كده ولا كده هيتسحب من الورق وهيعيد السنة يلا هيتوزع دلوقتي الورق وقعد ساجد وبتعملش أي مشاكل معها واللي يقفل الانتحان كله صح هيكون ليه جوائز زي ما هو عايز يلا نصف ساعة فلصت نصف ساعة فلصت جدعان كله سلم الورق مش سلم الورق هتتحب منه يلا بقى جدعان نصحح الورق ونشوف نموذج الإجابة بسم الله انا كده مش شايف حاجة خلاها كده يلا جدعان بسم الله نشوف اول ورق معنا وده اسمه اذا اول واحد يجدعان سلم الورق فاضية يا ساتر يا رب طيب نشوف اللي بعد طيب ده اللي بعده هتدخل الامتحان زي كده هتلاقي بيقولك ما اسمك سلاسي اسمه معاز عبيد المحجوبي اذا نجحت في اختبار عزيز وحصلت على المركز الاول اي جائزة تريده هو عاوز 3000 توكن ابعتهم له تمام وده اسمه في اللعبة السؤال الاول بيقولك اي ليزر ريجي نقط لو انت متابع عزيز كويس هتعرف ان اي ليزر ريجي تعديه ماشي بص بقى في الليزر حاول دايما انت اي ليزر ريجي تعديه طيب اجابة صح وده اول درجة طيب السؤال التاني بيقولك اي شوق تلاقيه عديه خش فيه نط عليه طيب السؤال ده صعب شوية لازم تكون متابع اصيل عشان تعرف بس انت لو متابع الفيديوهات هتفتكر ان انا في الفيديو قلتها وحضطها لكم كمان في مربع بص النصيحة كالاتي كولا واحدا كولا واحدا اي شوق تلاقيه خش فيه يعني تصدق حلوة اي شوق تلاقيه خش فيه فباسم اللهم ان شاء الله عليه برضه تاني سؤال يجاوب صح السؤال الثالث يا عمري نقط البانيش العزيز الحي طيب هو هنا شكله متابع جديد ان السؤال ده في الفيديوهات القديمة كدا اول غلط عنده انهو لو متابع الفيديوهات كان عارف ان هي يا عمري الحي السؤال اللي بعده تعزيز عشان اصير مصطفي ايه يا أصدق يعني ده حتى من غير مش لازم تكون متذاكر اصلا تعزيز عشان اصير عزيز كدع القاف يا اخ ايه مصطفى ده؟ تعزيز عشان اصير مصطفى طيب اخي يمكن ايهي متال لا فيش حد يغلط في السؤال اصلا لا 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 يا معاذ مصطاك رايح طيب اللي بعد ما يقولك السؤال الخامس في فيديو عزيز بعنوان أكوى فيديو أحكام في سطنبل جايز هتضحك عنا هتضحك متى يتم تعاطي الفيديو؟ قبل النوم عند الاستيقاظ قبل الأكل الخيار الأول والثاني معا ولا جميع ما سبقك طيب دوة طبعا ما شفش الفيديو أو مش فاكر فقال لك قبل النوم يلا نعضه قبل النوم وخلاص لو متابع عزيز كويس كنت عرفت ان هو قبل النوم عند الاستيقاظ يعني الخيار الأول والثاني معا فيديو دوة عبارة عن وصفة طبية كده لعلاج الاكتئاب فالتجد عن الفيديو دوة هتاخد منه مرتين مرة قبل ما اتنام ومرة أول ما تستطيع اخذته قبل الأكل هيعمل لك حموضة في المعدة وهيحصل ترجيع طيب السؤال اللي بعده على نفس الفيديو بيقولك في نفس الفيديو السابق بعنوان مش عارف ايه الفيديو ممنوع منعا بدا علىه لو انت متابع الفيديو كويس هتعرف ان هو ممنوع على مرض السكر والضغط هو جابها صح تحزير لا تشاهد هذا الفيديو اذا كنت تعاني من ارتفاع الضغط او السكر في الدم لانه ربما تموت لما تضحك مرافو عليه طيب السؤال السعب يقولك كم عدد التوكن اللي اعطاها المارد عزيز العزيز لو انت شفت المارد عزيز او تعرف المارد عزيز هتعرف ان هو ادى عزيز نص مانيون توكن جدا معاك نص مانيون نص مانيون توكن لكاب بوك لآخر السنة هو جاوبها صح فيه بقى سؤال اكمل السؤال دوه سؤال صعب شوية يقولك عشان تفوز الليزر فيه طريقتين للفوز المضمون اي ليزر يجي نقط وعدي نقط الليزر اي ليزر يجي عديه دي الاجابة هو قالك نقط من فوق لا هي اي ليزر يجي تعديه وعدي نقط الليزر عدي تقاطع الليزر اي ليزر يجي تعديه واي تقاطع ليزر يجي انا اللي هو بعديش بس يبقى كلمة السر في الليزر ايه ان انت تعدي اي تقاطع جاي مع قطيب تمنياتنا بالنجاح والتفوق ده هم حاجة دي طيب هو عنده تقريبا كده 6 من 10 لأسف نفيش جويس نشوف اللي بعد طيب يا جدعان الممتحن اللي بعده أحمد محمد عبدالحي عايز يستمر بس لمدة شهرين لو فاز بيقولك أي زريك تعدي برافو عليك صح؟ السؤال الثاني أي شوك تلاقيه نط عليه لا يستمر الشوك بنخش فيه مش بالنط عليه يا عمر البنيش لا يستمر يا عمر الحي تعديز عشان يصير عزيز صح؟ كل ما سبك لا يستمر هي القولة والثانية قبل الأكل وبتلك هيعمل لك حموضة وتعف المعدة الفيديو ممنوع ما أنا عبدتها أنا مرضى السكر والضغط صح برافو عليك نص مليون صح ورضو عشان تفوز أي ريزر ييجي رأس كيك لا غلط طبعا السؤال دو محسوب للكل تمام حبيبي بس تقريبا كده يعني نجح بالعافية فتخش معنا دور ثاني بإذن الله يجيلي كده في شهر 7 أمتحنك دور ثاني طيب الممتحن اللي بعده صفيو 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 عايز اسطنبل بس لمدة شهرين وبيقول لك أي ريزر ييجي تعديه برافو عليك صح أي شوق تلقيه عديه لا ده ده بقى جاوبها بالمنطق كده قال لك أي شوق تلقيه يعديه يعني بالمنطق كده لا ياسطا انت لازم تكون متابعة كويس عشان تعرف تجاوب الأسئلة دي يا عمري الحيك برافو عليك تعدي عشان أصير عزيز صح برافو عليك جميع ما سبك لا مش جميع ما سبك هي عند النوم بس قبل النوم وعند الاستيقاظ مرض السكر وضغط برافو عليك مئة ألف لا ياسطا اداني نص ماليون والله طيب هو كده يعتبر نجح وهتدخل معنا بإذن الله في فيديوهات سنة 24 الممتحن اللي بعده محمد 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 عاوز 1500 جوهرة من حسابي تمام اسمه لانشون أي ريزر ييجي تعديه برافو عليك أي شوق تلقيه نقطة عليها لا تخش فيه يا عمري الحيك برافو عليك عزيز جميع ما سبك غلط طبعا مرض السكر برافو عليك نص ماليون صح الحمد لله نجحت معنا وبإذن الله كده في فيديوهات سنة 24 هتتفتح لك وتقدر تسمحها الممتحن اللي بعده دراجون الدراجون المدرجن عاوز 1200 جوهرة من الموقع بيقولك أي ريزر ييجي تعديه برافو عليك أي شوق تلقيه خش فيه يا عمري الحيك عزيز برافو عليك قادي أول غلطة هي جميع ما سبك مفوض الخير الأول والثاني مرض السكر والضغط برافو عليك 100 ألف برضو غلط يا نص ماليون أي ريزر ييجي نط عليه إذا أنت جوابها صح في الأول وكاتب أي ريزر ييجي تعديه وتحت تقول نط عليه أكيد غاشش فالورقة دية مش تتحسب كده هتعدي السنة تسمع فيديوهات سنة 23 من الأول لغاية الآخر ما تخشش أبدا على فيديوهات 24 والسنة الجاية بإذن الله هتنتحنك مع الدور الثاني أو هتعدي السنة وهتمتحن مع الدفعة اللي بعدين الطالب اللي بعده اسمه بيك بيقول لك أي ريزر ييجي تنط عليه يعني بالعقل كده لو نطيت على الليزر أكيد هتخسر فأكيد تعديه يعني بالعقل مش محتاجة حتى تفكير بعد كده أي شوق تلاقيه هش فيه والله أحس إنه هو جابها بالهاب دي يا عمري العزيز غلط يسطى يا عمري الحيق قد كده عندك غلطتين تعزيز عشان نصير عزيز برابو عليك جميع ما سبق غلط مرضى السكر والضغط برابو عليك متألف غلط إنجز على لا غلط طبعا كده عندك خمس غلطات يا بيكي وهتجي معنا بإذن الله دور ثاني في شهر سبع في الزلحر وهتمتحن امتحان أصعب من داب كتير هجاهز بقى ورجع الفيديوات كويس علشان الامتحان هيكون أصعب من داب كتير في المنتسبة اللي بعد وعبدو أي ريزر يجي تعديه برابو عليك أي شوق تلاقيه نط عليه لا غلط يا عبدو أي شوق تلاقيه خش فيه هذا كده أول غلط يا عمر الحيق تعديه عشان وصير عزيز برابو عليك الخير الأول والثاني صح برابو عليك دم تبع كيس مرض السكر والضغط برابو عليك برضو نصف مليون صح تعديه من فوق لا هي تقاطع وعدي تقاطع الليزر بدرجة ونصف اعتبر أحسن ورقة فيهم لغد الوقت طيب الورقة البعديها بيقول لك أي لزر يجي تعديه برابو عليك أي شوق تلاقيه خش فيه صح عمر الحيق صح تعديه عشان وصير عزيز برابو عليك الخير الأول والثاني ما عن صح مرض السكر والضغط ده جواب كل الاختري صح يا جدعان اهو تعديه عشان نصف مليون برابو عليك أي لزر يجي عديه صح وعدي نقطة الليزر اهو ده اللي فرقت معاك وعدي تقاطع الليزر كما بالتحدي سوبر ستادي جديد بدون لمس الماء صح عزيز برابو عليك صح ما فيش غيره ايه ده ده جدعان ده يعتبر اعلى درجة فيهم ده يا فرقت معا بس على نص درجة طيب يا جدعان بعد صحيح الامتحان اكتشفت ان فيه عشرة سقطين في الامتحان وخمستاشر واحد دور تاني وعشرة جايبين ملاحق ومستواكم في النازل يا جدعان ما فيش بس غير اثنين او ثلاثة جابوا درجات حلوة جايبين فيه التسعة واحد بس جاي فيه التسعة واحد جايب تسعة ودرجاتكم مش عجبان خالص والمفروض تذكروا كويس بعد كده وتسمعوا الفيديوهات كويس وتركزوا كويس وتكتبوا في الورقة الحاجات الصعبة علشان بعد كده اه لو جاء امتحان مفاجئ زي كده تعرفوا تصرفوا بإذن الله هوريكوا دلوقتي حل الامتحان مع بعضين طيب يلا جدعان ده حل الامتحان هو عشان تكونوا عارفين السؤال الاول هو اي ريزر يجي اكيد تعديه وبديل الاجابة صح السؤال الثاني اي شوق تلاقيه خش فيه زي ما قررتكو في الفيديو من هو اول شخصي في العالم قام بتحدي عدم لمس الماء في ماب سوبر سلايد خلاص دي عزيز يعني مية في المية عزيز تمام السؤال سهل جدا اي ليزر يجي خلاص تعديه دي عرفتوها تمام وعدي نقط الليزر يبقى انت خلاص عرفت كده ان هي تقاطع الليزر تمام ما تنساش ده عشان السؤال ده كله غضط فيه بتاع التقاطع الليزر وفيش اي حد حله صح هو ده السؤال اللي اه خلى اه ما فيش حد يفوز طيب نكمل بقى الاختياري عمري الحيق تمام اه في فيديو عزيز بنوان اللي هو اللي انتو قلت لك عليه ده ومتى يتم تعاطي الفيديو خلاص واحد واثنان معا اتذكر هو واحد واثنان معا اللي هي اه قبل النوم وعند الاستيقاظ لكن قبل الاكل لا قلت لك هيعمل لك حموضة في المعدة ويحصل ترجاع وحاجات مش تمام في نفس الفيديو السابق اللي اه اه اتكلمنا عليه بتاع اللي هو الاحكام اه الفيديو ممنوع من عمبتن على مرض السكر والدم زي ما قلت لكم وبهي ده الاجابة الصح تمام وتعزيز عشان اصير عزيز اكيد طبعا لا قال المصطفى ده انا مش عارف هو قال المصطفى ازاي يعني هي تعزيز عشان اصير مصطفى اكيد لا هي تعزيز عشان اصير عزيز فده هو اه نموزج الاجابة جدعان اه هو تمام كده فا اه اعتقد ان مفيش حد حل كده اصلا فا لو في حد حل كده كان هيفوز معانا لكن بإذن الله كده تتعوض في الامتحانات تانية فاشدوا حلكوا بقى في الاسنين الجاي علشان بإذن الله كده تقفلوا الامتحانات تقضوا جوايز حلوة بإذن الله طيب يا عزيز المتابعة احسن حاجة ممكن تعملها دلوقتي انك تنضم للكلان هتلاقي كلان عزيز تحت في الوصف ادخل وانضم للكلان علشان لو عملنا امتحان تاني بإذن الله او ممكن كمان تشارك في امتحان الدول التاني بإذن الله او اي فعالية تكون على جوايز تقدر تحصلها بإذن الله وحابب اقول لكم برضو ان فيه سحب بخمستاشر اسطنبل باس على الفيديو ده وقت بس تبقى عمل لايك واشتراك بتبقى تكتب في التعليقات اسطنبل باس تماما جدعان يلا بقى السلام عليكم